أحلام تقبل زوجها مبارك الهاجري أمام الفتيات حصلت على هدية خيالية وما فعلته على الصوف لا يصدق نشر رجل الأعمال ومتسابق الراليات مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو لهما من داخل إحدى المحلات التجارية وفي التفاصيل ظهرت أحلام وهي في قمة السعادة بعدما اشترى لها زوجها مبارك الهاجري هدية باهظة الثمن وعبرت أحلام عن شكرها بعدما احتضنته ومن ثم صعدت على صوف كانت بالقرب منهما من أجل تقبيله وكان واضحا في الفيديو الحب الرومانسي المسيطر على هذه العلاقة منذ سنوات وهذا ما أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنين للثنائي الفرح والسعادة دائما وانتشر منذ أيام مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أثناء قضائها إجازة مع العائلة وفي التفاصيل فقد نشرت صفحة مهتمة بأخبار المشاهير على حسابها عبر أكس مقطع فيديو لأحلام يوثقون زعاجها من تصرفات البعض أثناء سفرها حيث قالت وتفاعل الجمهور مع الفيديو وانقسمت التعليقات على الشكل التالي أبسط حقوق صراحة لكن وش تسوين المرة تانية حاول تحط حدود أكتر بينك وبين الناس والبعض الآخر قال حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك فالمفروض هي مشهورة بس بحق إلا تستأنس هي وعيالة من غير إزعاج والمفروض يستأذنون منها أبل ما يصوروا وكان تصدر رد الفنانة الإماراتية أحلام على إحدى المعجبات التي طلبت يد زوجها في وقت سابق وفي التفاصيل شارك بطل الراليات القطرين بارك الهاجري مقطع فيديو عبر حسابه ظهرت فيه زوجته الفنانة الإماراتية أحلام وهي تطهو السمك بينما يوجه لها عبارات المديح والغزل وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء نشوب خلاف ما بين الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها لاعب الرالي القطرين بارك الهاجري وحسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غادرت الفنانة أحلام منزلها للعيش بمنزل منفصل برفقة أولادها ذلك دون الكشف عن أسباب الخلاف ولا توجد أي أنباء رسمية ومؤكدة حول ما هي الخبر إلا أن الخبر انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة سبب الإشاعة ومدى صحتها تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين